السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متتبعي القناة في فيديو جديد في هذا الفيديو ان شاء الله سنعمل معكم متحان الأول الدورة الثانية في مادة الرياضيات لمستوى السابتدائي إذن استعدادا لاجتياس فروض المرحلة الثالثة سنبدأ بالتمريل الأول تمريل عبارة عن عمليات عمليات القسمة عمليات الضرب عمليات الطرح والجمع في هذا التمارين نحن نقوم باستهيل عمليات الجمع سنجمع مبين قوسين يوجد عددين عشرين ثم نقوم بعمليات الجمع القاعدة التي نحترم هو ان نضع فاصلة تحت الفاصلة 30.8 زائد 48.090 0 زائد 9 تسعة ثم نسعة 8 10x88 ثلاثة أي لدينا طريقة اللغة عملية الطرح 67x8 78. 8 ة 326 فراهية 326.00 ونجزل العملية للطرحة 0-10 للحدين 10-1 0-10 للحدين 10-1 0-10 للحدين 10-1 نضع الفاصلة تحت الفاصلة 6-10 لا يمكن نضيفه 10 للحدين 16-10 للحدين كذلك بالنسبة له نضيفه 10 للحدين 12-8 قوم بخصوصايا وحسنوا في هذه العملية 127.11 ومشوه لعملية الدرب وعاملية الدرب بالنسبة للاعدد العشرية لم تتهم شراء الفاصلة في الأول وكانا خدمه بحليل لم تكن شراء الفاصلة هنا يابني كان في غير يمكن الحراء 5-7-5-0-5-9 كان لتنقل نقل 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 3-7-0-9-9 كما ان الفاصلة غير موجودة ولكن امسك ندير الفاصلة من اللي نبغي نديره الجماع. خمسة زائد سفر خمسة ثلاثة زائد ربعة سبعة خمسة زائد واحد ستا تمانية زائد ربعة اتناش نحتفظه بواحد واحد زائد واحد جوج. سوف ندير الفاصلة سوف نحسب. رقم عندنا بعد الفاصلة واحد اتنان هنا ولو واحد اتنان يعني سوف نجد نتيجة وسوف نحسب واحد اتنان من الوحدات واحد اتنان وندير الفاصلة ديالي. وبالتالي النتيجة هي مئتان وستة وعشرون فاصلة خمسة وسبعون. نمشي لعملية القسمة كذلك قسمة عدد عشاري على عدد عشري. هنا باش نتخلص من الفاصلة في هاد ثلاثة فاصلة خمسة بتطبيق في عشرة. سوف ندير بعثت اثنانen. 35.5 ضرب عشرة خمسة ثلاثة دردة فاصلة في عشرة. سوف ندير الفاصلة في الخارج جوج.. جوج 35 تسوي سبعين ننجز عملية الطرح بقاتلنا خمسة وعشرين الخطوة الموالية ننزل بخمسة مئتان وخمسة وخمسون كم فيها من خمسة وثلاثون فيها سبعة سبعة في خمسة وثلاثون تسوي مئتان وخمسة واربعون عملية الطرح بقاتلنا خمسة الفاصلة غادي نديوها الخارج ونهبطه بخمسة مئة وخمسة شحفها من خمسة وثلاثين فيها ثلاثة مئة وخمسة ناقص مئة وخمسة قد سوي سفر لخارج سبعة وعشرين فاصلة ثلاثة والباقي سفر تمنى تكونوا فهمتو نمر الى المسألة التانية وضع تاجرون مبلغ تمانية وعشرين الف درهم في بانك بسعر سبعة في المية السؤال الاول احسب الفائدة السنوية نقص نكون حافظ العلاقة السؤال التاني ما هي الفائدة التي سيحصل عليها بعد سنتين وتسعة عشهر اذا الفائدة السنوية كيف نحسبوها هي رأس المال هو المبلغ الذي يدخل مضروف في السعر سبعة في المية مقسوم علامية رأس المال هو تمانية وعشرين الف مضروف سبعة هو السعر مقسوم علامية تساوي الف وتسعمية وستين اذا الفائدة السنوية هي الف وتسعمية وستين درهم نشوفوا ده باء الفائدة لمدة سنة وتسعة اشهر كيفاش كنحسبوها كنديروا رسل المال مضروف السعر مضروف عدد الشهر كنحسبو عدد الشهر مقسوم على 12 شهر اللي كان في العام مضروف مياه اذا يساوي 28000 هو رسل المال مضروف سبعة هو السعر مضروف 21 شهر اذا سنة وتسعة اشهر سنة فيها سنة فيها 12 شهر زائد سعود يساوي 21 شهر سنة فيها 12 زائد 9 شهر هي 21 شهر مقسوم على 100 مضروف 12 من اللي قدرنا العملية دينا لقينا 3430 درهم هي الفائدة لمدة سنة وتسعة اشهر اذا هذا فيما يخص الاجابة عن التمرين الثاني هذا التمرين يجب ان يكونوا حافظين هاتي جوجة العلاقات ونعرفو نحسبو بهم اما المواطية تكون لهم كاين لنا نمر الان الى التمرين الموالي التمرين يقول قياس حجم قطعة حديدية هو 20.25 دي سيمتر مقعب اذا ندهو الحجم دينا للقطعة الحديدية السؤال يقول احسبو كتلة هذه القطعة بالكيلو جرام علما ان الكتلة الحجمية للحديد هي هذه الكتلة الحجمية سبعة فصيلة ثمانية كيلو جرام في ادان على دي سيمتر مقعب اذا هنا كيف اشغل نديرو لها اذا كنا نعرفو ان الكتلة الحجمية هي الكتلة مقسومة للحجم هنا عطونا الحجم والكتلة الحجمية يعني الكتلة تساوي الحجم مضربة في الكتلة الحجمية يعنيuj cœur 20.25 المضربة هيרך سبعة فصيلة ثمانية نحن س tractate الدنيات السيمتر مقعب وقت dong سيكون 11 Oh 57.95 كيلوhelp اعيدوا الشرح الكتلة الحجمية تساوي الكتلة مقسمة على الحجم في هذه الحالة الكتلة تساوي الكتلة الحجمية مضروبة في الحجم كتلة المضروبة في الحجم كتلة في الحجم المسافة بين مدينتين هي 0.5 سنتيمتر على الخريطة بسلم 1 على 9 مليون هذه المسافة على الخريطة يعني الخريطة إذا أخذت مستارة وحسبت المسافة بين واحدة جوجة المدن ستجدها 0.5 ولكن سنرى السلم تلك الخريطة ستجد كل واحد سنتيمتر على الواقع لكي يساوي 9 ساعة على الواقع إذن ما هي المسافة الحقيقية بين المدينتين إذن سألاء سنأخذ المسافة على التصميم نضربها في المقام يعني نضربها في 9 مليون إذن سأخذنا 22.500.000 سنتيمتر دخلوها جدول التحويلات تعطينا 225 كيلومتر يعني جوجة المدن المسافة التي بناتهم في الحقيقة هي 225 كيلومتر تلك الشراء مهمة في الخريطة تلك الشراء مهمة نمر إلى التمرير الخامس نرسم الزاوية A أو B قياسها 130 إذن لدينا هذه الزاوية A أو B لأنه هو رأس الزاوية هل يقومون بحقًا بالنقلة نضيفها منقلة وأنها تكون الأقل ونعلمون على النقطة بإللي أن تكون ذلك وأصبح 180 ونقومون بحقًا نحسبها ونحسبها يقومون بحقًا نوعها منفريجة لأنها أكبر من 90 درجة. إذا كانت 90 درجة قائمة، صغر من 90 درجة حادة، أكثر من 90 درجة منفريجة. أرسم OC منصف الزاوية A.O.B. سوف نستخدم لفتحة البركار. سوف نقوم بإبرة للبركار هنا. ونقوم بإبرة الحديثة هنا. ستلقى الأقوص هنا وهذه النقطة C التي نرسم بها منصف الزاوية A و B. 130 مقسم على الجوج تساوي 65 درجة وهنا في 65 درجة. إذا نمر إلى التمرين السادس. أنشئ متلة A, B, C بحيث B ساوي 4.5 سنتيمتر. A ساوي 5 سنتيمتر. بحيث B ساوي 6 سنتيمتر. إذا هنا سنبدأ A ساوي 6 سنتيمتر. ومن بعد سنستعملوا البركار لكي نرسم بهم. بحيث C بحيث 4.5 سنتيمتر. وأصل بحيث 5 سنتيمتر. سنرسم دائرة C. مركز O. إذا نبدأ بها الدائرة هذه. هذه الدائرة تسمى الدائرة C. المركز O. وهو. وشوعة O. وهو 3 سنتيمتر. يعني من هنا لهنا. عندنا 3 سنتيمتر. ثم أرسم قطريها A.C. و B.D. إذا رسمنا A.C. قطر الأول. يمر من المركز. و B.D. القطر الثاني. يمر كذلك من المركز. بحيث يكونان غير متعمدان. ما هي طبيعة الرباعي A.B.C.D. إذا طبيعة الرباعي A.B.C.D. سنصله بعد بين النقاط باستعمال المسترى. سنلقب لأنه A.B.C.D. وهو مستطيل. لماذا؟ أعلي الجوابك. لأن أولا قطره متقايسان ويلتقيان في المنتصف. وكل الضلعين فيه متقابلين متوازين ومتقايسين. وهذه الخاصية دي المستطيل. كل جوجة دي الأضلع يشوف بعدياتهم كيكونوا متقايسين. لدينا هنا يا الرمز دير أنهما متقايسين. وكذلك متوازيان يعني لا يلتقيان. وهذه الخصائص كما قلنا فهي الخصائص لانتعالقاب المستطيل. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو. نلتقي إن شاء الله في الفيديو المقبل لإنجاز بقية الامتحانات المتعلقة بالمرحلة الثالثة مستوى السادس بجدائي. إلى اللقاء. حسناً قانون شكرا